موسيقى أهلا بكم من جديد توفي شاب بن أردني بعد سقوطه من أعلى قمة الكارك الأثرية جنوب الأردن خلال مشاركته بفعالية لمتعطلين عن العمل يهددون بالانتحار الجماعي قال أعليك عمار قل يا رب عمار يهو واحد وقع واحد وقع واحد وقع خليك 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 واحد وقع واحد وقع يا إخوان الله أكبر الله أكبر الله أكبر واحد مات واحد وقع يا إخوان عشيك 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 تقلتوا خطايا الناس يلا 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 سلمي مات يا رسات يا قواتر حسبي أخاف مشارك سلمي مات واحد وقع مي واحد وقع مي واحد وقع واحد مات رضحات موعد أتني رضح رضح السلمي مات رضح حسبي الله حسبي الله الله أكبر عاجعوا لهم انتحالوا وقع أه من فوق ودع مانتوا ساعلانين ودعوا ألا وقع حادعوا يبقوا خذبوا فتس حسبي الرؤون الأمر الوكيل روحوا صعبوا روحوا صعبوا إن شاء الله غير نلحقوا إذا ما سوتوا لودنا إياه يا كلام يا عرصات يارى إخوان نصية نصية لدي يخوان يا رجل عبرو التعصاب لدي يا جل إذن مشاهدين الكرام حول هذا المشهد المأساوي لسقوط هذا الشاب الأردني من أعلى قبة الكرام جنوب الأردن رحب بضيفنا من العاصمة الأردنية عمان سيد الدكتور رافع البطاينة الكاتب والمحل السياسي الأردن هل يمكن أن يكون دكتور رافع أدع لك التعليق كيف تعلق على هذا المشهد قبل قليل في الأردن جنوب الأردن في قلعة الكرام الله نستك بخير أستاذ محمد أنت والمشاهدين الكرام حقيقة حسب التحقيقات الأولية نعم أن هذا الشخص ليس من المتعطلين لكن هو تزامن وجوده مع وجود المتعطلين لكن بالنهاية هناك حدث كانت هناك محاولة للانتحار الجماعي لابناء محافظة الكركة المتعطلين على العمل نحن حقيقة دائما نتحدث ونذكر الدولة أن البطالة هي قنبلة موقوطة في الأردن وهذا الملس كل سنة يثار من قبل الشباب المتعطلين على العمل نتذكر قبل عامين عندما جاء الشباب يهبوا من كل محافظة منك واعتصموا باب الدواء الملكي وبنوا خيامهم هناك لفترات طويلة الشباب يعني يعاني من مشكلته الفقر والبطالة التي تلاحقهم وهذا الملس في هذه الحكومة لم يوطى العناية والاهتمام اللازم من هذه الحكومة حقيقة هذه الحكومة لم تهتم بهذا الملس نهائيا وعندنا وخصوصا من وزراء العمل آخر وزيرين للعمل لم يتجاوبوا وتواصلوا مع الشباب ولم يسعوا إلى إجابة حلول جدرية لهذه المشكلة الوزير الحالي لم أرى إلا هو نشاط في هذا الموضوع في موضوع الشباب والعمالة وكذلك الوزير السابق والحكومة حقيقة من أسوأ الحكومات التي تمر على الأردن غير مبالي بكل قضايا الشعب قضايا الوطن ولذلك يعني احنا نترحم على الشخص الذي توفى والذويه وتقبره السلوان موضوع البطالة موضوع الآن كل سنة يزداد حجم البطالة في الأردن وكل سنة يزداد هذه الكرة تتحرج وتزداد الكبر برغم ذلك هناك تزداد كمان من الحكومة تجاه هؤلاء الشباب لاحظنا قبل فترة تطريح رئيس المدرع الحالي عندما قال أنه على الشباب أن يفكروا خارج الصندوق وتطريح حناب رئيس المواقق قبل هرمين وإنه طلب بأنه بوقف توظيف الدوار الحكومية حقيقة يعني تطريحات تزدادية له لا صرف عمل لا بالحكومة ولا بالفتاح الخاص يعني حقيقة هذه المشكلة البطالة مشكلة عصية على حلها من قبل الحكومات السلاحية إذا ما سقط هذا الشاب وهو كان مشارك وليس من الذين هم المتعطلين على العمل كما ذكرت وكما ذكرت وسائل رسمية بحسب التحقيقات الأولية في هذه الحادثة دكتور رافع لكن هناك نحو 15 شابا أيضا حددوا بالانتحار والاحتجاج على هذه القضية قضية المتعطلين عن العمل في الكرك إذا ما كان هذا الشاب سقط يعني من أعلى سفح هذه القمة من قلعة الكرك هناك 15 أيضا ربما يحذر نفس الحذو يعني هنا مسألة الانتحار في البلاد ماذا عن هؤلاء الشباب؟ أساني الحمد يعني نعتبر أن هذا الشاب هو جزء من المشكلة يعني لا تعرف أنه وقع حتى لو كانوا غير متعطلين هو تجاه تزامن وجوده مع وجودها هؤلاء الشباب وقد يكونوا تضامن معهم لغاية لأننا تحقيقات لم تبين الثاني الشباب أنا عندما أشهر في الفيديو كانوا يحاولون أن ينتحروا قبل سقوط هذا الشاب كانوا يحاولون أن ينتحروا يعني حاولة انتحار وليست هذه المحاولة الأولى كل فترة زمنية عندنا محاولات كثيرة للشباب للانتحار يعني شيء بأسبوعي هنا محاولات انتحار للشباب وعندنا محاولات اعتصام وحراكات شبابية بمعظم محافظات المملكة هذا الملف كل اسبوع يفتح كل اسبوع يصار وهناك يعني مبادرات وتفنن في قضايا طرح قضايا هذا الشباب في طرح قضايا مثل البطالة وتصييفه وليس هناك محاولات بحراء هناك محاولات حلال استحام لبعض الدواء الحكومية محاولات لطرد الدواء المسؤولين عند الزيرات من المحافظات من وزراء طيب ربما يلام هؤلاء الشباب على هذا السلوك ويعني تواجد في هذه المنطقة المرتفعة دكتور رافع لكن ماذا عن الحلول؟ ماذا عن الحلول؟ ما الذي يمكن القيام به لعدم خسارة الأردن شبابه؟ نعم على رغم أنه هناك اهتمام ملكي واهتمام دولي بهذا الشباب وخصوصا لحظة بمخرجات الرجل المنطية ركزت على موضوع تلكين الشباب الحديث دائما يعني جلال الملك يركز يهتم بقضايا الشباب وصمو الأمير حسين دائما يتواصل معهم ويستمع إلى قضاياهم لكن هناك في بطء حكومي في التنفيذ في متابعة التعينات تقصر على أبناء الزواج وهذا ما كمان يجب من التجلال الشباب أبناء الزواج يتم تعيينهم من خارج دوان تجل مدنية وخارج نظام التشريعات القانونية وخارج نظام الدور وكل هذه الأستثبات في تراكمية ولدت الحباط والإتهاب والتشاوم لدى الشباب في أنه المستقبل يعني مظلم ينتظرهم وليوجد ضوء في نهاية النفط يعني سويا عندنا آلاف الخارجين ويتراكم بطالة فوق بطالة وخصوصا بعد جايحة كورونا كمان زادت فين بلد وزادت مشكلة أكثر ومحاولة كثيرة المستفات في التخلص من هذه العمالة ما الحلول ما الحلول يترافع يفيد الحلول هو لابد من أولا الجذب للإستثمارات والتنسيح في تسجيع الإستثمارات في توزيع التنية على المحافظات البطالة والفقر هي منتشرة المحافظات النائية للحزام الدائري للأردن محافظات للكراكو الطفيلة إمعان محافظات المادبة المطرق هذه المحافظات يعني المشاريع التنموية لن تصلها وتقد حقها من هذه المشاريع التنموية والتثمارية كل المشاريع التنموية وتنموية تتركز في عمان ولذلك ما في توزيع لهذه المشاريع التنموية ولمشاريع التثمارات وإقامة المطانع والاتثمارات في هذه المحافظات يعني تقصد هناك حلول لكن هناك مسألة توزيع يعني هذه الحلول أو هذه بالفعل أعمال للحكومة والإجراءات ومسائل الإصلاح في البلاد هل هذا ما تنتقوله دكتور رافع أكيد يعني هناك تراسيوة زي ما حطيته تباطئ وعدم لا بوبلا في التعامل مع المنفسي كل جدية وإيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع والتواصل محاولة للشباب إحنا بحاجة إلى مسؤولين أن يتمعوا إلى الشباب لا أن ينظروا عليهم نتحدث عكل سنة عن خطط اقتصادية وعن خطط لمواجهة ولكن نريد التنفيذ نتحدث عن العدالة والمثواة والتعيينات ونتفاجأ كل يوم هناك تعيينات من خارج الإنظام الخدمة المدنية لأبناء الظروات عوامل كثيرة هي تؤدينا تفزاز الشباب وتوالدنا من إحباب تخبجي الجامعات بتركيز على وعيد تعليم يجب أن نتوسع في التعليم النهني والتعليم التقني هناك أستاذ محمد يعني الآن مثلا التكنولوجيا كثير حدث لنا التعيينات لو نخذ مثلا الجانب المحاسبين يعني كل المحاسبين في الدوار الحكمية بدأوا يتقلص في هذا الشاغر الوظيفي كانت يتطالب المحاسبين ليش؟ لأنه كل فارد جزء عن طريق فواثيركم وعن طريق الانلاين وهذا يعني قلص كثير من الدوار الحكمية بلاش تتخلص في المشاهدة الوظيفة لها بسبب كمان الركود الاقتصادي تراجع نمو الاقتصادي جائحة كورونا والحجر اللي صار حوالي الاشفر طويلة فدفت كلها تراكمات يعني تلبية تجاه الاقتصاد وتجاه الانتاجية طيب الدكتور رافع هناك اتصال هاتف جرى بني رئيس مجلس النواب ايضا مع رئيسي الوزراء الدكتور بشر خصاونا لوضع الحكومة بآخر تطورات متعلقة بمتعاطلية الكرك ما المهام او ما المطلوب اليوم من الحكومة الحالية لانهاء هذه الازمة على الحكومة ان تكون جادة وصادقة استعامل محاذن نفس دا حدنا ثلال سنة تغير وزراء عمل اثنين في هذه الحكومة تغير وزراء اثنين او ثلاثة للاستثمار ما في تنبخ في تخبط في هذه الحكومة كالتعامل محاذن نفس الوزارة العمر والاستثمار يعني مكملاتها بعضهم ولاحظنا يوم عندما استقال وزير العمل السادق اللي هو معاني القطمين يجيز على سحب وزارة الاستثمار منه الشئ انستمرية الرجل كان عنده رؤية وكان عنده توجه نحوها لجهة حلول جذرية وجود حلول عملية لكن تم يعني سحب منه حقيبة الاستثمار وبالتالي قام بالاستقالة وتزامن كذلك استقالة رئيس السادق الاثمار تلك الفترة يعني الحكومة هاي زي ما حكيت لك من اسوأ الحكومات انه في قدمت الى الاردن وهناك فياء شعبي وفي ادل مستوياتها الشعبية الام حسب الاستطاعات الرأي العام واستطاعات وراك التركات في ادل مستوياتها الشعبية لدشارة الاردنية لانه ما في يعني ولا ملف تم التعامل معه وقامت لي اجهد الحلول له لاحظنا عجلة كورونا بلا شد التصاعد بعد ما تم السيطة هذه الفترة البطاعة لا نفسي الفقر وماشي مشكلة المياه الان اللي نعاني منها فمشاكل العنف الان الزارت في فترة الأخيرة العنف المصدير الموت هناك قضائيا كثيرة هذه الحكومة تتعامل بفروض ومزراعها ليسوا مكتبين ليسوا ميدانيين للتعامل مع المجتمع والتواصل معهم للاستماع الى قضاياهم ولاحظات مشاشرهم فالتعامل هو انه نركز ونوجه الانظار الاستثمار التنمية الى محافظات الدائرية الاطراق في المملكة الاردين هاشمية في عندنا العقبة نعم لاستفدنا منها شيء لاستعاملات كبيرة من البطالة يعني حتى شباب العقبة يدعانوا من البطالة يعني بحاجة لدراسة حقيقية للمشكلة والحلول ويبدأ بتنفيذها فعليا المشكلة تجد حكومة تجد حكومة التنصف دكتور رافع باختصار لو سماحت ماذا تقول لهؤلاء الشباب الذين هم يهجدون بالانتحار باختصار لو سمحت احنا يعني انا اقول الصبر الصبر يعني يعني لو انسان يعني الانتحار ليس حل الانتحار هو ليس حل يعني لا بدين يعني يشجع السحيد يعني دنيا الحرام وكذلك يعني من ناحية انسانيا كمان لا يدود برضو الشباب عليهم ان يكون لهم مبادرات ذاتية يعني مشاريع عمل صغيرة لهم مشاريع اللي الى ان استغلوها للعمل بحين اجاد يعني وضع بمستقبل ان شاء الله اما لا نشجع الانتحار وانتحار هو حال ثلاث فكري وحال اخبار لا نشجع لا ديني ولا اجتماعي ولا انسانيا فعلي الشباب نعم ادعوك ان تبقى معي دكتور رافع بعد الفاصل سنناقش معك وايضا مع ضيفنا سيد محمد ابو سند عضو ملتقى ابناء الاردن في المهجر مسألة اخرى ومحور اخر توقيع اتفاق بين الاردن والاحتلال الاسرائيلي وهو سمي باعلان نوايا لمتبادل المياه بالطاقة لكن ماذا الفاصل